مولانا في مصر التصوف حال المصريين إنجاز التعبير والتصوف ليس أيضاً بمفهومه المعرف ولكن بمفهومه الروحاني اليوم يعني حريصة على أن أعرف إطار التصوف مع مولانا عبدالعزيز الشهاوي أيها فندم التصوف علم كسائر العلوم له مبادئه العشرة وهي إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع التصوف معناه الأول حده تعريفه علم يعرف به أحوال النفس وتحليها بالأخلاق الحميدة وتخليها عن الأخلاق الذميمة موضوع النفس من حيث تخليتها عن الأخلاق الذميمة وتحليتها بالأخلاق الفاضلة ثمرته سعادة الدنيا والآخرة الحد والموضوع ثم الثمرة فضله فوقانوا على سائر العلوم لأنه أصل لكل علم نسبته إلى العلوم التباين واضعه أئمة الأعلام والإتقان والعرفان من هذه الأمة وفضله ونسبة والواضع اسمه علم التصوف نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ نسبوا إلى هو كل شيء مأخوذ عن رسول الله وحضرتك من سلوك رسول الله ومن هدي رسول الله ومن أهل الصفة وقيل إنه ينسب أهل الصفة كانوا مقيمين في المسجد النبوي الشريف وسموا أهل الصفة لأن الصفة معناها السقف يعني المكان المسقوف فكان عددهم بيصل أحياناً مئة ومائتين وثلاثمائة وأربعمائة فهؤلاء أساس التصوف اشتركوا في القناة